موسيقى أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حديث المساء كشفت تحقيقات مع متهمين باغتيال الشيخ السلفي سمحان راوي كشفت تورط الداعية أو الشيخ السلفي الآخر هاني بن بريك أو رجل الإمارات الأول في الجنوب ونائب ما يسمى بالمجلس الانتقالي في هذه العمليات أو عمليات الاغتيال التي أودت بحياة ثمانين أو ثلاثين خطيبا وداعية في الجنوب هذه التحقيقات كشفت أن هاني بن بريك شكل خلية من هؤلاء الرجال الذين قاموا باغتيال سمحان راوي وأيضا مشايخ آخرين في عدن برزهوم الشيخ السلفي أبو عبد الرحمن العدني شيخ مركز الفيوش هذه التحقيقات أيضا أشارت إلى أن اغتيال هؤلاء الدعاء والخطباء وإمة المساجد تم لصالح الإمارات العربية المتحدة التحقيقات تمت بطبيعة الحال عبر النيابة العامة الشرعية وهي جهاز قضائي مستقل وأيضا تحقيقات أولية في منزل وزير الداخلية الميسري لكن يحظى بن بريك برعاية وحماية الحاكم العسكري لعدن الحاكم الإماراتي لعدن وهذا ما يجعل الرجل بعيدا عن متناول العدالة حتى الآن لكن هناك مطالب أو مطالب من قانونيين تطالب بإحالة أو التحقيق مع بن بريك أمام المحاكم الدولية باعتبار أن القرائم التي اخترفها تعد جرائم حرب نتابع هذا التقرم ثم نعود للستيديو مع أطلوبة العزاء للتعليق على هذه الاتهامات التي طالت هاني بن بريك فيما يشبه الإقرار الضمني بما أشارت إليه تحقيقات النيابة العامة عن وقوفه وراء اغتيال الشيخ السلفي سمحان الراوي قال القيادي فيما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك إن خطته الأمنية في مكافحة ما وصفها بالتنظيمات الإرهابية تقتضي مكافحتها بالفكر والسلاح وكتب في صفحته على تويتر ردا على الاتهامات التي وجهت له باغتيال الشيخ السلفي راوي إن تلك الخطط تقوم أولا على محاربة الفكر بالفكر وذلك بنشر الاعتدال والتسامح ووسطية الإسلام التي يضيق بها دعاة التكفير والتفجير وثانيا بمحاربتهم بالسلاح وبتضييق الخناق على رؤوس دعاة الخوارج التكفيريين الماريقين وحتى الآن لم ينفي بن بريك الاتهامات بتورطه في الوقوف وراء اغتيال الداعي السلفي في مدينة عدم قبل عامين والتي وردت على اللسان متهمين في محاضر تحقيقات للنيابة العامة بالمدينة وكانت محاضر مسربة لتحقيقات النيابة العامة في القضية كشفت عن تفاصيل جديدة حول العملية تضمنت اعتراف المتهم الأول حلم جلال بتشكيل فرق اغتيالات تتولى مهمة تصفية قائمة من الشخصيات بينها آئمة مساجد في عدن على رأسها الشيخ راوي خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2018 وبحسب الاعترافات المدونة في محاضر التحقيقات مع المتهمين بتنفيذ العملية فإن نائب رئيس المجلس الانتقالي هان بن بوريك كلف المتهم الأول حلم جلال بتجنيد فرق اغتيالات قوامها ثلاثين عنصرا بهدف تصفية قائمة من الشخصيات وأئمة مساجد في عدن عددها 25 وعلى رأسها الشيخ سمحان الراوي وطالب ناشطون حقوقيون بتقديم بن بوريك للتحقيق والمحاكمة في الجرائم التي نسبت إليه وأن لا تعيق الحماية التي توفرها له الإمارات سير العدالة في البلاد فيما طالب آخرون بتحريك القضية في المحاكم الدولية باعتبار بن بوريك ومشغله بن زايد مجرمي حرب أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى وأرحب عبر الهاتف بالمهندس خالد محمد سعد رئيس رابطة أسر ضحايا لاغتيالات في عدن وأيضا معي عبر سكايب توفيق الحميدي مسؤول الرصد التوفيق بمنظمة سام الحقوقية بداية أرحب بمهندس خالد محمد سعد رئيس رابطة أسر الضحايا للإطلاع أيضا على مطالبهم بعد هذه التحقيقات مهندس خالد نعم وأرحب أيضا بتوفيق الحميدي أهلا بك توفيق أهلا توفيق يبدو أن توفيق الله يسمعوني أبدأ بمهندس خالد مهندس خالد ما هي مطالبكم الآن بعد هذه الاعترافات للجناة في محاضر التحقيق للنيابة العامة والتي يبدو أنها أيضا غير قادرة على استجلاب هاني بن بريك والتحقيق معه لماذا مهندس خالد محمد سعد نعم أذهب إلى توفيق، توفيق الحميدي تسمعوني توفيق لا أسمعك توفيق، توفيق الحميدي نعم، أذهب إلى خالد محمد سعد رأيس رابطة أسر ضحايا للغطيالات وعن مطالبهم كأسر للضحايا بعد هذه التحقيقات أو الإعلان عن التحقيقات عبر النيابة العامة خالد محمد سعد وهو الشقيق المحافظ عدن السابق يعفر محمد سعد مهندس خالد نعم، ما هي مطالبكم بعد الكشف عن هذه التحقيقات التي أشارت صراحة لاتهام هاني بن بريك بالوقوف وراء عدد من الاغطيالات التي جرت في مدينة عدن بسم الله الرحمن الرحيم نعم، تفضل بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لمطالبنا هي محروفة أن نريد العدالة من القضاء نعم نعم، العدالة من القضاء وأي حالة المتهمين والمترطين؟ المتهمين للعدالة نعم، لكن مثل هاني بن بريك يحظى بحماية كل المتهم، يجب أن يحاكم أي متهم يحاكم ويخضى عليه التحقيق لكن إن كان المتهم يحظى بحماية من نوع ما من الحاكم العسكري العدد كيف يمكن استجلابه للعدال؟ نعم، لا أعرف أننا في القضاء أنا أشكت في منسبة للثلاثة الإمتار لهم من أن يموجودين منسبة لخارج البلاد نعم هناك محاكم دولية قد تكون معنية بهذا الكلام أنتم كأسر للضحايا هل تنون تحريك مثل هذه القضايا أمام محاكم دولية أو الأقل الاستشارة محامين دوليين نعم 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 الآن عندنا الآن منظمتين دوليتين من بريطانيا على أسف تحريك القضايا للدولية وبالذات قضية اللواج أحمد المسعد بكونه عامل الجنسية البريطانية نعم نعم تنون تقديم نعم الفكرة واضحة يبقى معي مهندس خالد محمد سعد شقيق اللواج جعفر محمد سعد محافظ عدن السابق الذي غتيل وبطريقة مشابهة في تلك الفترة التي استهدفت تصفية قيادات سلافية وقيادات عسكرية وسياسية من المدينة للتهيئة الأجواء لهذه البوطقة التي جئ بها من هاني بن بريك وعيدا روس للتحكم بمدينة عدن توفيق الحميدي أشار خالد محمد سعد إلى النية أو نية أسرة الضحايا الذهاب إلى محاكم دولية هل من الإمكان تحريك مثل هذه القضايا أمام محاكم دولية توفيق في حقيقة الأمر اليوم ما أكشفت عنه محاضر ومذكرات النية والعامة بشأن قضية اغتيال سبحان الراوي تضع اليوم قضايا الاغتيالات في عدم ما بين الفترة من 2015 إلى 2018 اليوم أمام فصل جديد من فصول التقاضي اليوم كشف بما لا يدعم قال للشك أن هناك شكوك وقرائن قوية كما بينا في تقريض في بيان منظمة السلام هذه الشكوك والقرائن التي أوردها المفتهمون في قضية سبحان الراوي كان من المفترض تستوقب على النيابة العامة بموقب قانون الإقراءات الجزائية اليمنية وبموقب تعليمات النيابة العامة أن تقوم النيابة العامة بفتح تحقيق مع هاني من بريك وكل من وردت أسمائهم على لسان المتهمين للتحقق والتثبت من صحة هذه الأقوال ثم بعد ذلك ابتخاذ قرار بذلك لكن يبدو أن النيابة العامة لم تذهب في هذا المسار مخالفة للقانون ويبدو أن هناك مجموعة من الأسباب المتعلقة بالجانب الأمني والعسكري في المدينة نعم الأمني والعسكري وهذا يكشف بما لا يدع مجال الستك أن القضاء اليمني اليوم أصبح عاجزا عن نظر مثل هذه القضاءة خاصة إذا نظرنا أن هاني من بريك محالي للنيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي في فترة سابقة ولم تستطع النيابة العامة والقضاء اليمني التحرك ضده وحتى بإصدار مذكرة أمر قبض سواء أمر قبض عادية أو أمر قبض حضورية وأهرية ولو عبر الأنتربولة ديوليو وبالتالي هذا يجعل أهالي الضحايا والمتضررين من جرائم الاغتيالات خاصة التي تثار في شكوك كبيرة ضد هاني من بريك أو غير هاني من بريك تجعلهم قادرين اليوم الذهاب نحو القضاء الدولي سواء هذا القضاء في محاكم الجناية الدولية في لاحاية التي ومشيت موقف ترقية روما لعام 28 أو القضاء المحلي باستبغة دولية وهي غالبة قوانين الدول الأوروبية التي تسمح لقضائها بمحاكمة الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم بقضايا متعلقة بحقوق الإنسان كما هو الحال في قضايا الاغتيالات في اليمن توفيق إذا كان بالإمكان ملاحقة هاني من بريك على القضاء في القضاء الدولي هل بالإمكان أيضا ملاحقة محمد بن زايد وهو الذي شغله وهو الذي ربما نفذ له الاغتيالات الصالحة أيضا في هذه المحاكم الدولية أو لا طبعا لا يوجد شخص أي إن كان فوق القانون في النهاية القضايا الأمور التي تظهر أمام القضاء هي التي تستطيع أن تحكم استدعاء كلام من الناس أو كلام مننا حتى ولو كان رئيس جمهورية نحن رأينا قضايا متعددة مثل قضايا القرنال الشيلي وقضايا حتى ضبط إسرائيليين في قضايا غزة صدرت بحقها معوامر قبض من المحاكم بريطانية إلى غير ذلك هذا الأمر العيوب لا نستطيع أن نسبق الأحدث لكنه متعلق بما ستظهر أمام القاضي من جنايات وحقائق وأدلة رأينا المحاكمة الفرنسية في فترة سابقة بموجب القانون الفرنسية أن بعض المنظمات استطعت أن ترفع دعاوة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جرائم ارتكبات في مصر وأيضا ضد محمد بن سلمان في قضايا متعلقة باليمن وأيضا يجوز ضد أي شخص حتى ولو كان رئيس الجمهورية ما تتوسط الأدلة والبراهين القاطعة والقاطعة في ذلك فإنهم لن يكونوا في منجا عن المساعلة القضائية سواء القضاء الدولي أو القضاء المحلي حتى ولو في فترات لاحقة نحن في فترات لاحقة رأينا حكام كانوا محصنين أمام قضائهم لكن في لحظة وضحها أصبحوا مدامين وعلى سبيل المثال اليوم الرئيس عمر البشير متهم أمام القراءة السوداني وهو الذي لم تستطيع محاكم روما أو محاكم الجنيه حتى استدعاء وبالتالي ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات مع هاني بن بريك وغير هاني بن بريك هي التي ستحدد كافة المتهمين في مثل هذه القضايا وأن كلنا نرى أن هناك مسؤولية مفترضة ضد كل القيادات التي تدير حرب عسكرية في اليمن نعم يبقى معي التوفيق وأذهب إلى المهندس خالد محمد سعد والحديث أكثر عن قضية اللواء جعفر والشكوك الكبير التي أوحيطت بها خاصة أنه بعد اغتيال اللواء جعفر جئ بمجموعة لتحكم مدينة عدن وأيضا الحديث أكثر حول نية أسرة اللواء جعفر رفع قضية في المحاكم البريطانية أين وصلتم مهندس خالد في رفع هذه القضية أو في على الأقل جمع استدلالاتها بالنسبة لقضية اللواء جعفر أصدر بيان مدينة عدن بالنسبة لقضية اللواء جعفر أنه تم القبض بإمكانك أن تخفض صوت التلفزيون مهندس خالد بإمكانك أن تخفض صوت التلفزيون لديك وصل نعم أقول لك بالنسبة لقضية جعفر اللواء جعفر تم إعلان من قضية مدينة عدن اللواء جعفر بأنه تم القبض على منفذين العملية نعم بالنسبة لأننا تخلى كانت المحاكم داخلية أو خارجية سوف نستمر في نعم لكن ماذا بعد إعلان شلال عن القبض عن المتهمين هل تم حالتهم للنيابة التحقيق الجهة التي تقف وراءهم أم اكتفى فقط بهذا البيان وأخفى المعلومات الأخرى من يوم إعلان اللواء جلال عن القبض عن المرتكبين للغسيال كان لا أحد يعني محترف بالذات يعني صراحة بقولك بالنسبة للغسيالات التي كانت في عدم كانت من نوع المهملة والآن من يوم شفنا يعني أصاب كثير ضاعش وخوف وذأت اتفقنا نحن مجموعة الشباب تشكي للرابطة هذه والآن يقول إن الملفات بدأت تتحرك والآن ملف جعفر موجود الآن في المحكمة القزائية هو عشر ملفات مش إلا ملف واحد نعم أبرز القضاء الأخرى التي اشتغلتم عليها بالإضافة إلى قضية اللواء جعفر محمد السعد قضية الدعاسي قضية الشيخ عارف قضية ملف الشيخ فهيج وملف قضية مدير بحث شرطة المنصورة وأثنين ملفات اللي هي حق مواطنين نقتيال نتيجة شتم في الشارع يوم قضية جعفر نتيجة زعلهم في نفس اليوم قتالوهم كانوا زعلانين على جعفر وقاموا بشات مودة وقتالوهم في نفس الليلة نعم في نفس الليلة يعني خسر ملفات عندنا ثمين ملفات من الضالع وهي واحد حق السغلبي والثاني وقدان أيضا رفعات للمحكمة نعم إذن هذه قضايا أنتم تتابعونها والمجموع الذي يجمع بين هذه القضايا أن بعض المتهمين يتم إلقاء القبض عليهم والإعلان مثل إعلان شلال أنه ألقى القبض على قتالة اللواء جعفر ومن ثم أخفى بقية المعلومات وهذه ربما تثير شكوك لصلة هذه المجامع بجهات تخضع للحاكم العسكري للمدينة وهو بطبيعة الحال الإماراتي عبر هاني بن بريكا وعبر أجهزة أخرى مثل يسران مقطري مهندس خالد إن كان من كلمة تود أن توجهها من خلال البرنامج مهندس خالد إن كان من كلمة تود أن توجهها تفضل إذن نشكر مهندس خالد محمد سعد رئيس رابطة أسر ضحايا الإغتيالات في عدن وهو كشف عن موضوع مهم وهو الإعلان عن القاتلاء ومن ثم إخفاءهم وعدم إظهار الحقايا هذه قضية جعفر محمد سعد محافظ عدن بعد التحرير وتم إغتياله أعلن من قبل شلال أنه تم إلقاء القبض على القتلاء ومن ثم أخفيت جميع المعلومات وأيضا قضية أخرى مشابهة لقضية جعفر سعد وهي قضية إغتيال الشيخ السلفي في مركز الفيوش بعدن وهو الشيخ أبو عبد الرحمن العدني والذي تم إلقاء القبض على القتلاء من قبل المواطنين وثم تسلم هؤلاء القتلة إلى هاني بن بريك وإلى الإماراتيين وحتى الآن تم إخفاءهم ولم تظهر المعلومات أو الجهة التي تقف وراءهم وراء تنفيذ هذه الاغتيالات بطبيعة الحال الجهة التي سلم إليها القتلة هي التي أخفت المعلومات وهي التي ربما من دفعتهم إلى اغتيال الشيخ السلفي أبو عبد الرحمن العدني وهو كما تشير الاتهامات في كثير من التحكات هو هاني بن بريك لصالح الإماراتيين توفيق الحميدي حول هذه المسألة أجهزة ضبط لنقول أمنية تخضع لحاكم عسكري غير شرعي لعدن هي أيضا من تلك القبض على الجناة وهي أيضا المتهمة كيف يمكن على الأقل بلورة هذه المسألة قضائيا إن كان من يخضع له الأمن كأحزمة ونخب هي أيضا من توجه إليها الاتهامات أو توجه إلى قياداتها نحن منذ إصدار تقرير القاتل الخفيف في ديسمبر من عام 2018 نحن عشرنا بكل وضوح على أن عملية الاغتيالات استهدفت فيئات محددة من ضمنها من فيئات أمنية واستخباراتية ورجال أمن كان هنا لكوّبوه أن عملية الاغتيالات في عادة من الفترة من عام 2000 خاصة من بداية الاغتيالات في عام 2015-16 كانت تستهدف إحداث فراغ كبير في الجانب في المؤسسات الأمنية خاصة في الاستخبارات والأمن والمطار والميناء من أجل إحلالها بعناصر موالية للجهة التي تعمل على أو تسعى وراء استخباب الأمن والتمثيل لها في مدينة عدن إضافة إلى ذلك قلنا بأن المؤسسات القضائية سواء خاصة في عدن أو في اليمن بشكل كام غير مؤهلة تأهيلاً فنية من الناحية الفنية غير مؤهلة لنظر مثل هذه القضايا أضيط إلى وجود خلل كبير كان في بنية الأمنية الموجودة داخل مدينة عدن ولذلك نحن بعد أن تسربت هذه الوسائق من النيابة العامة وطرحت مجموعة من الساولات وأثارت كثير من الشفوق حول الوزير السابق الموالي للإمارات هاني بن بريك نحن دعينا فئتين الفئة الأولى الحكومة اليمنية بموجب الدستور اليمني وقانون الاجراءة الجزائية اليمنية وتعليمات النيابة العامة أن تقوم بواجبها ودعينا من الناحية الثانية اللجان الأممية التي تقوم بالتحقيق في جراءة انتهاك حقوق الإنسان في اليمن والتي لها أيضا ولاية التحقيق خاصة لقنة الخبراء التابعة للمفوضية السامية بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان والتي سترفع تقريرها في أغسطس من هذا العام التقرير الثاني والتي أشارت في تقريرها الأول من أغسطس من العام الماضي عن جرائم ارتكبتها الإمارات والسعودية والحوتي ما فيها أيضا الحكومة الشرعية ودعيناها إلى أن تأخذ أن تفتح تحقيقا جديا ومستقلا في جرائم الانتهاكات المتعلقة بالاغتيالات اليوم الحكومة الشرعية نحن مدركون تماما أن هناك خلل كبير وخير مثال على ذلك هناك أوامر صدرت من النيابة العامة بالإفراق عن العشرات من السقون التي تحت سيطرت الإمارات ولم يتم التنفيذ إلا في فترات متباعدة والبعض لم يتم الإفراق عنهم مطلقا حتى اليوم رغم صدور قرارات من النيابة العامة لكن النيابة العامة لا تمتلك قرارها والسلطة الأساسية هي بيد المتحكمين عمليا وعسكريا على الأرض وبالتالي أنا أعتقد اليوم أن اللجان الأممية قادرة على أن تستوعب مثل هذه الحقائق على الأقل لديها الإمكانية الفنية واللوجستية وأيضا لديها ولاية قانونية إلى غير ذلك وقادرة اليوم أن تحفظ مثلها لحقوق الضعاء وإمكان هذا الملف أن يفتحت أي لحظة لأنه في النهاية هذه القرآن لا يمكن تسقط بالتقادم وسيفتح ملفها اليوم أو غدا أو بعد ذلك توفيق الحميدي أشكراك كنت معي عبر الهاتف من فيينا مسؤول الرسل التوثيق بمنظمة سام الحقوقية شكرا لك بطبيعة الحال هذه الملفات يمكن أن يشتغل عليها كما قول عبر لقنة الخبراء في لون المتحدة وأيضا القضايا أو المحاكم الدولية وأيضا محاكم الدول التي نسمح بملاحقة مجرمي الحرب أشكرك التوفيق وأذهب إلى فاصل ومن ثم أعود معكم أعزائي المشاهدين نذهب إلى فاصل أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى ومعي في الاستوديو أستاذ دكتور عبد البلاقي الشمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي للتعليق على هذه الجرام التي جرت في عدن خلال فترة من 2015 حتى العام 2018 وبرعاية ربما رسمية ممن سيطروا على المدينة عسكريا عالقا أهلا وسهلا 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 الخير طبعا نحن استمعنا قبل في المحور الأولي للشهادات وهناك ما تم تسريبه من تقارير عملية التصفيات وعملية الإغتيالات هي عملية ممنهجة منها تنقية الجغرافية القنوبية من يحملون الحامل المجتمعي والنخبوي لمخرجات الحوار الوطني وكذلك هذا عنصر من العناصر اللي ينبغي أن يكم تنقيتهم والعنصر الآخر أيضا كان هناك مشروع تعميم المذهب المدخلي بمعنى أنه إحلال جماعات إما بدلا عن أولئك المنتمين سلفي بنفس التيار تيار آخر لكن يتصالح مع الغرب يتصالح مع لكن المستهدفين راوي هو سلفي أبو عبد الرحمة العداني هو سلفي هو الاستهداف هناك لأن الاستهداف سياسي وله علاقة باستراتيجية ليس بعلاقة دينية فأنت تستهدف كل من لا ينتجم مع مشروعك بالتالي كان هناك شفت الحوثيين قاموا بتنقية الجغرافية الزيدية وطردوا أهل الدماج إلى خارج الجغرافية كان نفس المشروع إخراج أبناء المناطق الشمالية خلق مزدد شعبي طارد ثم أيضا كل الحامل الاجتماعي الكيادات المقاومة هذا راوي كان قائد مقاومة يستفحوا له الناس كل أولئك الذين خلقوا قيمة رمزية لهم قادمة من تحرير الجغرافية القنوبية بمعنى أنهم أصبحوا أبطال ووطنيين نستطيع الرهن عليهم هؤلاء تمت تصفيتهم أو مضايقتهم وبالتالي وهناك شخصيات كانوا يتبعوا أيضا السلطة الشرعية وكانهم جنوبيين ولكن أيضا مثل جعفر محمد السعد جعفر محمد السعد محافظ الإطاحة به واغتيار ربما هو التهيئة الأجواني محافظ لعيدروس وللقماعة الأخرى ثاني لا هذا عنصر الأول التهيئة العنصر الثاني يتعلق ب كان تعيينه مع تقدم القوات باتجاه مدينة تعز وبالتالي كان لابد من تصفية بمعنى أنكم غير قادرين على حماية الجغرافية المستعدة وبالتالي ينبغي أن لا تتقدموا وتظلوا في هذه الجغرافية إذن إيجاد الفراغات الأمنية أحد المدخلات الاستراتيجية وذباط أمن ومخابرات تم استدافهم هو التصفية تصفي قيامة المقاومة تصفي كل من يمكن له نوع من الميول يعني يستدعي الدولة يعني لا يستدعي الدولة يعني هو صحيح عنده يعني حتى لو تكون نزعة نحو الإنفصال لكن قابل للإدماج في المشروع الوطني هذا أيضا غير مقبول وبالتالي لابد من السيطرة على الجغرافية السياسية بمعنى ينبغي ألا تكون هناك حزاب السياسي الحزاب القادمة الحزاب ينبغي مايو تم تخطب الارتيا له عبره فاعل السياسي ينبغي أن يغيب بحيف تكون المدينة ليس فيها فاعل سياسي لا فاعل نخبوي لا قيبة دينية يسمى الفضاء المسجد أو الفضاء المسجد من أهم فضاءات التعبية بالتالي أنت ماذا ستتعمل أخرجت السلطة الشرعية أخرجت القيامات الحزبية نقيت الجغرافية من المقاومة قمت بإحلال المذهب ومدخل تصفية الرموز الدينية والعقائدية من المنطقة طرت أبناء المناطق الشمالية أوقت وغيبت الدولة يصبح المواطنين تحت سلطة الأمر الواقع هم يبحثوا عن الحياة يريدوا يعيشوا يحبوا ماء يحبوا كهرباء يبحث عن الدولة يضطر يتعامل مع هذا المليشي لكن هذا النجح هذا المشروع أعتقد المشروع لم ينقح الذي ساعد الآن المواطن ما زال يبحث عن الدولة ولكن الخطير وأنا أنبه كثير من الناس عندما أتحدث معهم يعتقدوا أن أتهم ببعض الانتماءات الحزبية وأتهم بأن ربوا هذا موضوع آخر لا 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 أقول نحن حتى نوجه لأخواننا في المعطقة الجنوبية أن المخطط بقاء منطقة اليمن كاملة رخوة بمعنى أن يجد الفراغ الأمني هو الذي سيساعد الأمريكان البريطاني للدخول يجد الفراغات الأمنية المصطنعة مصطنعة تقول لنا بعدين أن الإمارات كانت صمام أمان أن ينبغي هذه الغتيالات جميعها جرت في فترة سيطرة الإمارات هذه عمليات ممنهجة السجونة السرية الاختفاء القصري الاغتيالة هذه عمليات قصدية ومنهجية والمؤسف أنه حتى السلطة الشرعية كسلطة شرعية لم تثبت للمواطنين بالتحقيقة وتعلن عن النتائج أي موت موت هذا موت لسلطة الشرعية كيف المواطن المواطن في المعطقة كيف يشعر بالدولة كيف تقدم له النموذج وأنت غير قادر على حتى تقوم بالتحقيقات صفوا القيامة الموالية لكس قاموا بتصفية رجال الدين قاموا بتصفية الناس الحزبيين أضعفوا الأحزاب السياسية غيبوا مؤسسة المجتمع المدني وأحضروا الهيال الأحمر الإماراتي إذن نحن أمان عملية منهجية هذا الفراغ الآن بدى واضح الآن الإمارات عملت مليشيات أوقبت سقن سرية هذا الآن يشتغل بمعنى أعلنت الانسحاب بمعنى الانسحاب الشكلي بمعنى الآن في حال تم فك الارتباط أو إعلان الاستقلال أو كما يسمون الإمارات بريئة وإذا أرادوا يعملوا فوضى منظمة حتى تأتي الأساطير للمنطقة يعطي إشارة للمنظمات المصطنعة لعدد آخر من الاغتيارات أكثر شراسة مما وهناك عمليات أنا أذكر والأيام بينه وبينك عمليات سيتم فيها الحديث أحسنة لكن الآن الأضواء سلطت عليهم أسرة الضحايا شكلوا رابطة هذا ما كنت أنا سأتي إليه كيف يمكن نتحول إلى من احتجاج ومن جماعات فردية إلى ما يسمى عمل منظم الآن إلى الانتظام الانتظام في رابطات يعني المجتمعات لا يمكن لها أن تفتك حقوقها إلا بالرابطة على النخبة التجارية في الخارج تقديم الدعم المادي تشكيل المحامين في إشارة الآن خالد محمد سعد أشار جعفر هو يحمل الجنسية البريطانية وهناك توجه لرفع قضية لدى المحاكم البريطانية نفسها وقد تطال أيضا الطفل الصغير الذي ألقى ببيضة على شخص عنصري خلال ساعتين تم التبرع له 40 ألف دولار أو ما بلغ ألا توجد في هذه البلد يعني مجموعة من الوطنيين ومن التجار ومن النخب وحتى من السلطة الشرعية أن تشكل مجموعة من المحامين الدوليين لفتح هذا الملف ومتابعته كيف يمكن لا نكتفي ببرع حلقة تلفزيونية لا في إشارة إلى منظمات دولية تسعى إلى جمع المعلومات رفع قضايا لدى المحاكم البريطانية هذا يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى هذه الجماعة ليس رابط للأسر على منظمات حقوق الإنسان أن تعمل بيسمها بالتشبيك والمناصرة ثم تضع تصور استراتيجي لكيفية المناصرة لها الضحايا ثم تتواصل مع المنظمات تشكل فريق يمني محاما يقمع المادة وهناك ربما فريق أمريكي فريق أمريكي من الذي سيحفز وسيسلم معلومات وسيتحرك مثلا الآن نتوقع من بعض الزملاء في جنيف أو في أوروبا أن يقوموا بتقصية الضوء من خلال مقابلة الشخصيات السياسية في الخارج من خلال الالتقاء بالناشطين الالتقاء بعض منظمات الانتهاك حقوق الإنسان هناك منظمات واسعة بالتشبيك لكن أتمنى أن نقوم فقط بالاحتجاج وأن اكتشفنا سرا نحن كنا نعرف وليس سرا الجميع يعرف أن هاربن بريك هو ويقف ورأة لغتها لكن التحقيقات أن تأتي التحقيقات الرسمية للنيابة العامة وإعترافات متهمين ربما هذا هو الجديد الآن كيف يمكن التحرك الدولي كيف يمكن التحرك المحلي كيف يمكن تعبية القماهير لدى اليمن بأننا أمام مشاريع استهداف يعني الآن نحن أمام يعني يعني خارثة إنسانية هذا سيؤدي إذا لم السلطة تتحرك بشكل سريع والمجتمع المدينة تتحرك أوسر الضحايا ربما تتخذ تعود إلى ما قبل القانون وسبب القانون بالتالي ينبغي أن نحافظ على سلطة القانون وأن نتحرك في إطار القانون الدولي لحوق الإنسان وفي إطار القوالية المحلية ينبغي أن أن نتحرك كجماعات وأن تلتقي بعض المنظمات الناشطة في رؤية استراتيجية يسموها يعني دعم ومناصرة لاتصال بالمنظمات المهتمة يعني لنفسر أيضا سلوك هاريب بريك وتبجع قال خططنا تقتضي مكافحة الإرهابيين التكفيرين الدواعش بالسلاح وهو منطق ربما نفس منطقة الحوثية هذا المنطق يعطي نفسه الحق يغتيار الآخرين شوف إيقاد ثنائية سنة شيعة ودواعش وتكفيريين هذا هو يبرل نفسه قاتلهم هذا المخطط الذي نجح فيه تفجير منطقة الشرق الأوسط وبالتالي إيقاد الجماعة المضطرفة لا فرق بين الحوثيين وهاني بن بريك لا فرق بين هؤلاء يعني نحن تقوم دولتنا على حرة المواطنة على حرة المعتقد على لا تقوم على شيطانة الآخر يعني الحوثيين نزلوا إلى تعز وعدا لمقاتلة الدواعش وهاني اغتال الأمماء والخطباء بتهمة الدواعش الدواعش والتكفيرين إذن المشروع هذا يلتقي معه كان دريعة دريعة يعني هذا الخطاب تفتيت المجتمع لأن الرجل لا أشك أنه يحمل هذه القناعة هذه القناعة هو الرجل أدى وظيفية لغاية هذا وظيفية الإمارات كيف يمكن تصفية الإصلاح كيف يعمل الآن السلفيين السلفيين الآخرين كيف يمكن نصفي المقاومة كيف يمكن نصفي الأحزاب السياسية أتينا بهذا بهذا التيار وأعطيناه خطابا تبريريا يعني مثلا المذهب المدخلي الذي يتبعه هو انطلق مع وجود القوات الأمريكية في السعودية في حرب الخليج بالتالي هذا كان لا يرى معنعة من التعاون مع الأمريكان لا يتعاون مع السلطة هؤلاء مستعدين يتلونهم بعشرين لون طالما أنه غير معتقباته وبالتالي الآن رئيس الجمهوري ارتكب خطأ لكن هل هذه الاعترافات وحاله للتحقيق لكن لم يستطع الوصول إليه بحماية الإمارات لكن مع المستقبل يقال أن الإعدالة لا تسقط بالتقادل طبعا هذه الملفات مهمة ستلاحق بن بوريك وستلاحق من ورائه وعيدروس عيدروس الآن يعني يعتبر يقوم بعملية تهديد السلطة الشرعية والانقلاب وتهديد الوحدة الوطنية بالتالي حتى هذه الأحزمة الأمنية والنخب صحيح أنه كان هناك موافقة من السلطة ولكن رئيس الجمهورية استطيع أن يجعل غير شرعية وغير مقولة غير شرعية استطيع بقرار أنها يعطيها مهلة إذا لم تنضم تحت قيامة وزارة داخلية بالتالي تصبح أي سجن أو أي عملية أو إرهاب مواطنين يعتبر فعر شرعي على القانون بالتالي رئيس الجمهورية أنا مستغرب على هذه السلطة الآن لديها ملف يعني بهذا القوة وأتمنى بعد فترة أن تفتح هذا الملف أو نتحرك نحن أدعو الزملاء النخب اللي هم في أوروبا الحيدا إلى التواصل مع المنظمات الدولية وإيقاد استراتيجية مناصرة وعدم ترك أسر الضحايا داخل بلد لا توجد فيها سلطة شرعية لا يوجد فيها قانون تحت هيمانة الإمارات بالتالي لا يمكن لهذا الحق أن يكتمل طالما أن هذه المنطقة قد يتعرضوا للتهديد لكن ينبغي أن نقدم لهم السند وينبغي أن نوفر لهم محامين وأن نقدم لهم الدعم والتبرعات ليتفرغوا المجموع من المحامين لجمع المادة للرسل للتوثيق وبالتالي وينبغي نتحرك بلغات أقنبية أيضا ولكشف الوقه القبيح للإمارات بما فعلته بشعبنا اليمني في الداخل نعم والسد دكتور عبدالباقش أمسان واستاذ المجتمع السياسي شكرا لأقدك معي هذا المسأل للتعليق على هذه القضية الخطيرة وهي قضية الاغتيالات في مدينة عدن لرجال الأمن وأيضا للشيوخ والدعاء وأيضا قابة المقاومة وقابة المقاومة هو عمل ممنهج وأفرغوا في فترة ما وقدوا رعب لكن لم يضعفوا السلطة الشرعية أضعفوا السلطة الشرعية شعبية خارقوا الأحزاب أضعفوا المبتمع المدني يعني خارقوا القادة المحليين القادة المحليين أو أغيبوا الخدمات بالتالي هذه عملية ممنهجة للسيطرة ولحكم لكن أن يخرج الملف ربما هو سيلاحقهم قضاء علينا أن نلتقط هذا لنستعيد دولتنا ولي أيضا حكاق العدالة ولنكشف نكشف أنه هذا ما رأيناه ماذا الذي لم نراه بعد نعم وأكد أنه أي جرم يظل يلاحق هناك قاعدة تقول أنه وقريبا سنلاحق أن الميناء الثاني في العالم أيضا علينا أن نفتح ملف عدن ملفات أخرى لكن الآن لدينا قضية المغتعين الضحايا وهو موضوع الضحايا وأيضا كل السياسات والإقراءات التي تمت منذ تدخل التحالف الثنائي السعودي الإماراتي في ديامان نعم سيد دكتور أبلاق شمسان شكرا لك لأقودك معي هذا المساء أشكر أيضا عزيزي المشاهدين مهندس خالد محمد سعد رئيس رابطة ضحايا الاغتيالات في عدن والشقيق اللواء جعفر محمد سعد محافظ عدن السابق الذي تم اغتياله وهو كان محافظا محبوبا من المواطنين ولهذا السابق تم اغتياله وهو أيضا أشكر توفيق الحميدي مسؤول الرصد التوفيق بمنظمة سام الحقوقي أشكركم بطبيعة الحال أعزائي المشاهدين على أمل لكيبكم في حلقة أخرى من حديث المساء في أمان الله اشتركوا في القناة